عادة طبعاً لازم يكون عندك مكتب محاما كويس يعني أنت حمايتك يعني أنت عندك حماية مالية من ناحية العواد معواد في يكون معك محلل مالي أو تسألك تشوف لك أحد من الناس اللي يشتغلون في يعني الأبعاد المالية للاستثمار وهذا يعني ميزة أنك لو لقيت لك مستثمر يعني مثلاً في سي أو أنجل انبستر فاهم في القطاع هذا ويدخل معك يعني تعطيه نسبة بسيطة ويحط مبلغ رمزي يعني يدخل معك عشان يساعدك في الجولة هذه هذا اللي تحتاجه رقم واحد رقم اثنين الأمور القانونية لازم يكون معك محامي لأن المحامي يكون فاهم غير الإنبستمنت صح عليك الإنبستمنت بلص الجوريستكشن اللي انت بتدخل فيها يعني لما تدخل مثلاً يعني مثلاً هل انت الشركة اللي بتستثمر هذه تبغاك يعني تسجل العقد حقك يعني أو الاعتفاقية بتكون ضمن مثلاً الفيرجين آيلند ولا بتكون ضمن دبي أو أبوظبي جلوبال ماركت أو البحرين أو السعودية فتبغى محامي يفهم أبعاد القانونية لأنه ممكن هو الاتفاقية تكون فيه شيء لكن فيه كلوز معين يحق لهذا أنه يرجع لشيء ما تدري عنه أنت و يعني و يضيع الفرصة عليك تحتاج شغلته أول شيء محامي يكون فاهم بالمجال يعني عندك مثلا محامين اللي موجودين في دبي مثلا في عندك محامين موجودين يعني فيه أبوظبي يعني فيه ناس لو تتكلم مع المستثمرين أو هذا اللي هي النقطة الثانية أنك تتبني علاقة مع الفي سيز والكوميونيتي هذه اللي موجودة ممكن الشباب اللي شارك هب يعني ممكن يساعدونكم باللينك يعني يقول لك مثلا تكلم مع أفلان وتكلم مع أفلان اللي تجلس معه و يقول لك يعني وش يديل أصلا يعني مثلا وعلا لما هي ميرجر غير لما تكون انفسمنت غير لما تكون كونفرت باللون المستثمر لما يكون صيني غير لما يكون بريطاني غير لما يكون أمريكي غير لما يكون من دبي غير لما يكون من لبنان فكل الأمور هذي يساعدونكم بعدين غير كذا أنت لا تنسى أن موضوع الاستثمار يعني مسألة زي الزواج يعني أنت مجرد ما وقعت العقد خلاص و زواج قوتهم كاثوليكي ما في طلاق يعني خلاص يعني فالفكرة أن يعني لما تدخل في الاتفاقية هذه تبغى ناس تساعدك يعني قانونيا و ماليا زائدا أن شخص يقدر يعلمك منه ذا أصلا يعني المستثمر هذا يعني فيه مستثمرين طبعا بدون ذكر أسماء يعني من خارج المنطقة يعني فيه منهم ناس إنه مثلا يقول لك أنا همي الفلوس يعني لما يحط معك يقول لك ليه تبي كم تبي تقييم تبي مليون عشرة مليون مئة مليون اخذ وهذا الفلوس و يحط لك هدف ما جبت الهدف سحب عليك خلاص أنت بالنسبة له يعني هو بالنسبة عنده فند مئة مئة مليون ولا خمسمية مليون ولا مليار و أنت طالب منه مليون ريال و أنت ولا شيء يعني هذي أفراطة يعني فيحطك و يحط لك هدف ما جبته خلاص الله يوفك يعني يدبر نفسك الغرف التجارية الـ الـ فيه دلني في الرياض بلس أنا أكد لازم يكون عندك ناس مستثمرين أو ناس من القطاع تشبك معهم في ناس الـ يحبون يتفلسفون كثير يعني فافتح لباب بس هو و وزهلها يعني لما تجي تجلس معه هو يبغى منك يأخذ منك معلومة و يبغى يستفيد منك كعلاقة يبغى الـ حقك فسهل جدا أنك تدخل يعني عندك كيس يعني ليس بجاي بس أنت كذا تضيع وقته إذا عندك كيس بس تفتح باب معه يعني يقابله في مكان في حاجة سلم عليه سلام أنا عندي كذا 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 وأبغاك تساعدني و شوف و خذها مني يعطيك بساعدك بضبطك بساوي لك أنه في النهاية هو مصلحته أنك أنت الديل حقتك تمشي أول شيء ممكن يستثمر معك يدخل معك في الديل و و ممكن برضه أنه يعني أنت لما تقفل الديل حقتك تبدأ تكلم مع أخيك والله XBC أحسن ناس ما قصروا معي فلان من هذا ساعدني و زبطني و جاب لي و في النهاية كلها رقام تلفونات يعني لا هو يعطيك فلوس ولا هو يسوي لك شيء كلها رقام تلفونات أتكلم أفلان أجتمع مع أفلان بضبطك مع أفلان بجيبك مع أفلان و أنت اللي بتأخذ الموضوع كامل